مساء الخير، صباح الخير على الجميع ربي بارك الجميع نشكر إلهنا أنه رب نطعانا يوم جديد أتينا إلى هذا المكان لكي ما نحتفل بتبعيتنا لإلهنا ومليكنا وسيدنا وحبيبنا ولكن بالبداية حقيقة حابب نصلي من أجل التعبانين في تعب كثير ديواجه حوائل عديدة من ضمنهم عندنا أخت ليلة معانا هي اللي فقدت أخوها لأسبوع الماضي لكن اليوم أنبأوها بأن أختها أم فريال اللي يعرف فريال بالعراق وقعت ونكسر الحوض بدهوك فنكبة وراء نكبة فياريت نصلي من أجل أم فريال اليوم اللي هي أختها للأخت ليلة وأيضاً حابب نصلي من أجل زوج وزوجة اكتشف أنه هي تخونه ومكسور القلب للعائلة بشكل كامل نصلي من أجلهم أيضاً اليوم وبعد في عندي شخص أيضاً طلب طلبة صلاة بس ما عرف إذا رب ذكرني بيها بس نصلي من أجل كل تعبان وكل حزين وكل مضايق أرجوكم خلونا نسكو بقلوبنا بكلمة صلاة نصلي من أجل هالأمور هن عفواً نصلي أيضاً من أجل أختنا وفاء أختنا وفاء صار عندها إنفكشن بالمعدة أيضاً نصلي من أجلها أنه صحتها غير جيدة تماماً نسك بقلوبنا ربنا وإلهنا وسيدنا يا رب احنا نشكرك ونباركك من عماق القلب لأنك أنت يا رب المرجعية مالتنا يا رب لأنك أنت الإله السيد الإله القدير الإله الشافي أنت الأب وأنت الأخ وأنت الصديق وأنت الحبيب أنت مرساة الأمان يا رب أنت الملجأ عوناً في الضيقات وجد شديداً وجدت شديداً وجدت شديداً وجدت قديراً وجدت خالق وجدت محب يا رب عدو الخير ده يجول ويخرب العوائل يخرب الناس لكن يوجد أمل في شخصك باسم المسيح يا رب جعلنا نكون ملح ونور للذين هم بلا رجاء في هذا العالم جعلنا نبشر بأخبار سارة دائماً باسم يسوع يا رب أنا واضع بين إيدك الأخت وفاء يا رب لمسة خاصة على صحتها واضع بين إيدك ونفريال أيها السيد الرب يا رب باسم يسوع أنت قادر يا رب أن تلئم كسرها وتشجع ولادها وبناتها بتعزيات وقوة من روح القدس أن يكونون حواليها باسم المسيح أنت تلمس لمسة خاصة للخلايا إلهي الحياة نواضع الزوج والزوجة اللي حصلت المشكلة بيناتهم يا رب يا رب إحنا مرات كثير خناك حصلت خيانة بيننا وبينك وعدناك وملتزمنا بالوعود حبينا أمور أخرى أكثر منك فضلناها وتمسكنا فيها أكثر منك لكن بقيت أنت تحبنا وبقيت تنتظر يا رب الإبن الضال واضع بين إيدك يا رب هذه المرأة يا رب وهذا الرجل أنت قادر يا رب أن تبكتها بالروح القدس وتوب وتعرفك أنت الإله الحقيقي أنت قادر أن ذكر الزوج بالمحبة ذكروا بالآية اللي تقول محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة من إحساناتك إننا لم نفنى لحد الآن مراحمك جديدة علينا في كل صباح بإسم يسوع نشكرك ونباركك من عماق القلب من أجل هذا اليوم يا رب اللي اجتمعنا كعائلة بروح وحدة وقلب واحد نصلي من أجل كل محتاج للصلاة يا رب واضع بين إيدك يا رب بالكنائس كلها اللي تعبدك بالروح والحق في هذا اليوم المبارك أن أنت تبارك كل قسيس وكل خادم وكل مرنم وكل مصلي وكل مستمع إلى كلمتك كل كنيسة تحمية بالعالم كله يا رب بدمك وتبارك شعبك بإسم يسوع آمين أهلا وسهلا مرة ثانية بالجميع اليوم حقيقة يوم مميز عندنا لأن أخونا وحبيبنا أخ قحطان اليوم في وسطنا هو اللي رح ياخذ خدمة التسبيح فخلونا نرحب فيه ربي باركك وباسم يسوع سماء تكون مفتوحة ورب يعطينا كل واحد أمر جديد من خلالك صباح الخير فرحانا أكون موجودة وياك في هذا المكان حتى ما نعبد الرب كلتنا بقلب واحد وبفكر واحد اليوم عندي بس طلبة وحيدة عدكم اليوم أرفع سقف توقعاتك مهما كانت توقعاتك مهما كانت اليوم طلباتك اليوم أرفع السقف حتى نقدر اليوم نرفع سقف توقعاتنا نرفعها اليوم إلى فوق يقول كاتب المزمور من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب تعالوا خلي اليوم عينك علينا تعالوا وقل يا رب اليوم أنا ناظر إلى رئيس الإيمان تعالوا وقل يا رب اليوم نثبت اليوم النظر عليك جاي يا رب وفعلا خلي عيني عليك أنت وحدك في ذاك الوقت أنا متأكد رح تختبر حضور الله اللي رح يترد كل حزن وكل تنهد موجود عد كل واحد فينا حاب أقرأوا يا كم شوية أعداد من مزمور معروف مزمور 19 تقول كلمات هذا المزمور كالتالي تقول السماوات تحدث تتكلم السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يقول يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم السماء صامتة ما تتكلم والفلك ليس لديه لسان لكن يتكلم ويخبر عن حق الله ويتكلم عن نزده في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم وأشعيا في القديم قال هذه الكلمات قال هذا الشعب يحدث بتسبيحي يقول جبلت لمجدي صنعت وجبلت لمجدي فنحن من ينبغي أن نتكلم عن مجد الله تعالي ومياي قموا أوقفوا وقلوا له أنت قدوس مجدك يملأ كل الأرض المسكونة والساكنون فيها مجدك يملأ كل الأرض أنت قدوس همين قدوس 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 راب الجنود قدوس 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 راب الجنود مجدك يملأ كل الأرض 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 مجدك ملقو 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 كل الأرض رفع قلبك في هذا الوقت قل يا رب أعيش يا رب لكي يمجدك يا رب أحيا يا ربك ولك أحيا يا رب وأتحرك يا رب بقوتك بمشيئتك يا رب تقودني أيها السيدي رب بعمل يا رب روحك يا رب فيا أعبدك أعبدك يا رب الروح بالحق أعبدك يا رب النعمة التي أعطيتي رب لي في المسيح يسوع فصارت يا رب لنا ثيقة في الدخول يا رب إلى الأقداس بدم يسوع هذا الطريق الحي المتجدد يا رب هذا الباب المفتوح الذي لا يمكن أن يغلق لأنه مفتوح في اسم المسيح يسوع يا رب خلينا يا رب ونحن يا رب نقترب يا رب فعلا من عرش يا رب نعمتك نتقدم يا رب بقلب يا رب صادق يا رب مرشوش يا رب ضمائرنا يا رب وقلوبنا يا رب فعلا بدم الحمل يسوع المسيح مختسل يا رب أسادني يا رب بماء نقي أعطيني يا رب أن نطلع يا رب فعلا أن نقيم يا رب في موضع قدسك طهر يا رب أيهادينا طهر قلوبنا طهر يا رب ضمائرنا يا رب بدم الحمل يسوع المسيح فنكون يا رب ذلك الجيل الذي يطلبك الذي يطلب وجهك يا إلهي عقوب خليني يا رب أن يكون يا رب مسرد قلبك يا رب على الأرض مكتوب يا رب عن يسوع يا رب بأنه يا رب كان مسرتك السماء شهدته قالت هذا هو أبني الحبيب اللي به سررته ونحن يا رب أخوة يسوع نريد يا رب أن نسر يا رب قلبك نريد يا رب أن نمجدك في حياتنا نريد يا رب أن نظهر صورتك يا رب فينا أبو دوك أبو دوك أبو دوك أبو دوك أعيش لك أبو دوك أبو دوك أبو دوك أبو دوك قلوا يا رب أن نمجدك لتكن حياتي ملك لك أريد ربي أن أمجدك قد سنحن أشواء قلبي وكل ما أسقو إلي يمتلك عرش حياتي وحدك كل يوم كل يوم من زني قربا لك كي أكون فاهما لقصدك غيرا حياتي حتى عكسى مجدك هب لي ربي أن أسير مثلك أعبدك 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 أكرس نفسي لك كل الأيام أعبدك أعبدك أكرس نفسي لك كل الأيام أعبدك 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 أكرس نفسي لك كل الأيام أعبدك 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 أكرس نفسي لك أكرس نفسي لك كل الأيام أعبدك 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 وكرس نفسي لك كل الأيام لنعبد الرب بالفرح والحمد والنا تفلاه والنا رفع الأيدي لنعبد الرب بالفرح والحمد والنا تفلاه والنا رفع الأيدي الرب هو الله وواصل علىك ونحن شعبه وغنم مرعا الرب هو الله وواصل علىك ونحن شعبه وغنم مرعا لنعبد الرب بالفرح والحمد والنا تفلاه والنا رفع الأيدي لنعبد الرب بالفرح والحمد والنا تفلاه والنا رفع الأيدي الرب هو الله وواصل علىك ونحن شعبه وغنم مرعا وغنم مرعا لنعبد الرب بالفرح والنا رفع الأيدي الرب هو الله وواصل علىك ونحن شعبه وغنم مرعا الرب هو الله وواصل علىك ونحن شعبه وغنم مرعا نقاتل المجدى لساكل السماء وننبح الحمدى لمن في وسطنا وقالوا قادم المجدى لساكل السماء وننبح الحمدى لمن في وسطنا الرب هو الله وواصل علىك ونحن شعبه وغنم مرعا الرب هو الله وواصل علىك ونحن شعبه وغنم مرعا باسم إلهينا سنرفع الرايا وبخلاصه ستعلو الترنيمات باسم إلهينا سنرفع الرايا وبخلاصه ستعلو الترنيمات الرب هو الله وواصل علىك ونحن شعبه وغنم مرعا أشدو لك أيها الفاد الحبيب أعبدك ما دمت في ذا الوجود أنت إلهي أنت سيدي أنت خلاصي وسطر الوقت أشدو لك أيها الفاد الحبيب أعبدك ما دمت في ذا الوجود أنت إلهي أنت سيدي أنت خلاصي وسطر الوقت فيك ربحي ونصر الأكيد فيك فرحي وبر الوحيد فيك أمني وحسن الشديد أشدو لك أيها الفاد الحبيب أعبدك ما دمت في ذا الوجود أنت إلهي أنت سيدي أنت خلاصي وسطر الوقت أشدو لك أيها الفاد الحبيب أعبدك ما دمت في ذا الوجود أنت إلهي أنت سيدي أنت خلاصي وسطر الوقت أشدو لك أيها الفاد الحبيب أعبدك ما دمت في ذا الوجود أنت إلهي أنت سيدي أنت خلاصي وسطر الوقت فيك ربحي ونصر الأكيد فيك فرحي وبر الوحيد فيك أمني وحسن الشديد من كل قلبك فيك ربحي ونصر الأكيد فيك فرحي وبر الوحيد فيك أمني وحسني الشديد رفع أيدي وعيني عليك قلبي ينشد لك ويعليك قلبي ينشد لك ويعليك يا محلى وصافك واللي بيك خير وبركة ونعمة وجود أهتف لك واسجد لك ويعليك رفع أيدي وعيني عليك قلبي ينشد لك ويعليك يا محلى وصافك واللي بيك خير وبركة ونعمة وجود أهتف لك واسجد لك ربي وارفع لك أحلى المديح يبقى لساني بكل أيامي مجدك ينطف بالتسبيت أهتف لك واسجد لك ربي وارفع لك أحلى المديح يبقى لساني بكل أيامي مجدك ينطف بالتسبيت واحلى كلامي يبقى لساني مجدك ينطف بالتسبيت واحلى كلامي يبقى لساني مجدك ينطف بالتسبيت شغي يا returned شغي وعطشي لشخصك يكتار كل ما عرفك أحبك أكثر يا الحبك خلنا نتغير وشوف الدنيا بشكل جديد شوقي يا رب شوقي وعطشي لشخصك يكتر كل ما عرفك أحبك أكثر يا الحبك خلنا نتغير وشوف الدنيا بشكل جديد أهدف لك واجد لك ربي وأرفع لك أحلى المديح يبقى لساني كل أيامي مجدك ينقف التسليق أهدف لك واجد لك ربي وأرفع لك أحلى المديح يبقى لساني كل أيامي مجدك ينطق بالتسليق وحلى كلامي يبقى لساني مجدك ينطق بالتسليق وحلى وحلى كلامي يبقى لساني مجدك ينطق بالتسليق رفع عينك رفع ايدي وعيني عليك قلبي ينشد لك ويعليك يا رحلة وصابة واللي بيك خير وبركة ونحبا وتو رفع رفع ايدي وعيني عليك قلبي ينشد لك ويعليك يا رحلة وصابة واللي بيك خير وبركة ونحبا وجود اهتف لك واجد لك ربي رفع لك احلى المديحة بخلساني كل ايامي بجدك ينطف التسهيل اهتف لك واجد لك ربي رفع لك احلى المديح يبقى لساني بكل ايام مجدك ينطق بالتسهيل مجدك ينطق بالتسهيل مكاتب المزمور حكا هذه الكلمات ما رح نقدر اليوم نعيش حياة المجد اذا ما عشنا قبل حياة القداسة والتقديس وهذا الله اللي صنعه مع عبده في القديم اشعياء قبل ما يرسلوا مقلوا ها أنا ذا ارسلني سوا طهروا وقدسوا وكانت توبة اشعياء بوابة استطاع الله من خلاله ان يدخل الى حياته وان يقدسه من جديد هو اللي صرخ قال قال ويحي اني نجس الشفتين واسكن وعيش في وسط شعب نجس شفتين يقول كتاب طار واحد من الملائكة واخذ جمرة من على المذبح ركزوا على كلمة المذبح اخذ جمرة من على المذبح ومس فيها شفتين ويقول كتاب يقول انتزع اثمك وكفر عن خطيئتك واليوم احنا لنعيش في حياة العهد الجديد واحنا نريد اليوم نعيش حياة المجد لكن الله يريد بالبداية ان يقدسنا ان يقدسنا ان يطهرنا وبعملية التقديس الله يعيد لك دعوتك ويعيد لك مكانتك هذه الخطوة المهمة الله يعيد فيها مكانتك ودعوتك من جديد واليوم نحن مقدسين بدم الحمل يسوع المسيح الذي سفك دمه على مذبح الصليب فدم يسوع اليوم اليوم اعظم من اي جمرة نار قادر ان تطهرنا وتنتزع منا اثمنا فنصبح مقبولين امام الله فتأتي الخطوة القادمة اللي هي حياة المجد اللي انت تريد تعيش وتسلق بي وان تعيش حياة المجد بكل بساطة بكلمة وحدة ان يشوفون يسوع بيك بس وهي موسهلة انا داقول هي كلمة لكن هي موسهلة ان يروا الناس فينا يسوع مجد الله ببساطة مجد الله ببساطة كمال صفات الله في صفاته وعماله كمال صفات الله كمال صفات الله وكمال صفات الله أعلنت فيه شخص رضي يسوع المسيح فأن يرون الناس فيك يسوع هذا يعني أنه أنت قد تحكس مجد الله عندك هالشكل مشتهى؟ عندك اليوم هالشكل مشتهى؟ تقول يا رب دعوتك إلي من البداية دعوتك إلي من البداية قلت أنه هذا الشعب خلقته لنفسي يحدث بتزبيحي بكل من دعي باسمي لمجدي قد خلقته وصنعته وجفلته يقول الرب إذا كان عندك حقيقة هذه الأشواق وهذه الرغبة أن تحيا حياة المجد عليك قبل أن تسمح لله أن يقوم بعملية تقديسك حتى يرجع لك مكانتك ويرجع لك دعوتك ويرجع لك علاقتك الشخصية ويانه ثم يقودك في رحلة المجد بقوة عمل روحه فأنتغير في كل يوم من مجد إلى مجد بقوة الروح تريد أن تعيش المجد اسمح له يقدسك تريد أن تتقدس تواضع وتوب فتكون بوابة الدخول ليد الله إلى حياتك بواسط الدم الحامل يسوع المسيح فتعود تعبر عن الله من جديد المجدك ربي سأعيش كل أيامي واسنيني وارفع اسمك وعليك فوق العالم وأنيني تعالوا لن نتحجج ونقول المجتمع أقوى من عندي المجتمع كان أقوى من أشعياء لكن وقفوا اعترفوا قالوا أنا نجس الشفتين وأسكن في وسط شعب نجس الشفتين تعال يا رب اليوم أريد أن أعيش لمجدك أريد يا رب أن ترسني أن ترسني يا رب أن أحيي حياة الدعوة الإلهية أن أتمم قصدك في حياتي ومشيئتك يا رب فيه قموا يا هالشكل صليه من كل قلبك قل له المجدك رح عيش بس أعني الكلمات وإذا رح تقول له المجدك رح أعيش يعني كأنه أنت قد قل له الله قدسني والله لما يقدس رح يذكرك بأدق التفاصيل اللي ممكن أنت ما تذكره أدق التفاصيل أدق التفاصيل لأنه هو قدوس فما رح نقدر اليوم نقدم الله ما لم نتقابل مع القدوس المجدك ربي رح أعيش كل أيامي وسنيني وارفع اسمك وعليك فوق العالم وأني المجدك ربي رح أعيش كل أيامي وسنيني وارفع اسمك وارفع اسمك وعليك فوق العالم وأني مجدك ربي رح أعيش كل أيامي وسنيني وارفع اسمك وعليك ليك الحب بيك الحياة لأنك وحدك أنت الله بيك الحياة وانت خالق السماء خالق السماء صليبك حب وحرية هو في دال البشرية دم منطاني عطية الحياة باسمك 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 ربي راح انادي بكل مكان كل زمان واشهد عن حبك يا فاديو عن خلاصك يا حنان باسمك ربي كل زمان واشهد عن حبك يا فاديو عن خلاصك يا حنان صليبك حب وحرية هو في دال البشرية صليبك حب وحرية هو في دال البشرية دم منطاني عطية الحياة الأبدي المجدك ربي راح اعيش كل أيام واسمين وارفع اسمك وعليك المجدك مجدك ربي راح اعيش كل أيامي واسميني وارفع اسمك وعليك فوق العالم وأديني أمين فضلوا استريحوا أمين فوق العالم يا رب وأنيني دخني يا رب فعلا إلى غرفة الروح وشكلني يا رب وشكل صورتي وغيرني يا رب حتى فعلا ما تنطبع فيها صورة يسوع فيروا الناس مجدك فيروا الناس أعمالي فيمجدوك 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 حب أختم لكن بهذه الله تميما نقول له أدخل لقدسك أنظر لجلالك فتغيرني بروحك فيصبح قلبي مرآة حبك لأعكس مجدك وصورتك وشقد اليوم محتاجين حقيقة في هذه البلاد أن نعكس صورة ومجد المسيح البارحة كنت أتحدث وواحد من أصدقائي قلت له إحنا ببلادنا كنا لا نستطيع نحكي باسم المسيح لسبب العقيدة التي نتبعه نقول أنت مسيحي فأنت لا يمكن تحكي لهم عن المسيح للأسف اليوم الأجواء مفتوحة لكن اليوم لا تستطيع تحكي عن المسيح مجرد تحكي عنه رأساً يقول لك تحكي عنه تحكي عنه تحكي عنه تحكي عنه تحكي عنه وخلص كل الوضعية أي شيء ينطق بينه الحق الكتابي رأساً يقول لك تحكي عنه لو يحاكمك على قل هنا يمكنك أن التفلت وتذهب إلى المكان لا يوجد لا يوجد طريق يبطلك من الشغل يطلعك الرب ينطق حتى فعلاً نستطيع أن نعكس مجد الله أن نتكلم عن يسوع مثل الخليقة بكلام وبدون كلام مقال السماوات تحدث بمجد الله يقول لا صوت لا صوت يخرج منهم لكن إلى جميع المسكونة خرج منطقهم السماوات لا تتكلم ولا تحكي لكن تتكلم بمجد الله يمكن اليوم في بعض الأماكن محتاجين يشوفون بين يسوع في كلامنا وفي سلوكنا صليوا يا وياي هذه أدخلوا لي قدسك أنظروا لجلالك فتغيرني بروحك أدخلوا لي قدسك أنظروا لجلالك فتغيرني بروحك فيصبح قلبي مرآة حبك لأعكس مجدك لأعكس مجدك وصورتك أدخلوا لي قدسك أدخلوا لي قدسك أدخلوا لي قدسك أدخلوا لي قدسك ويصبح قلبي مرآة حبك مرآة حبك لأعكس مجدك وصورتك من مجد إلى مجد من مجد إلى مجد من مجد لأكون مثل ابنك يسوع من مجد إلى مجد من مجد إلى مجد لأشابه صورة ابنك يسوع من مجد إلى مجد من مجد إلى مجد من مجد إلى مجد لأكون مثل ابنك يسوع وضع ذهني لك شكله بيدك لأعرفن يا رب إرادتك هيكلًا لروحك مسكنًا لشخصك روحي ونفسي وجسدي ملك لك أغضع ذهني لك شكله بيدك لأعرفن يا رب إرادتك هيكلًا هيكلًا لروحك مسكنًا لشخصك روحي ونفسي وجسدي ملك لك من مجد إلى مجد من مجد إلى مجد لأشابه صورة ابنك يسوع من مجد إلى مجد من مجد إلى مجد لأكون مثل ابنك يسوع من مجد إلى مجد من مجد إلى مجد من مجد إلى مجد لأشابه صورة ابنك يسوع من مجد إلى مجد من مجد إلى مجد لأكون مثل ابنك حي سائل لك لأشابه صورة الباب خلق لك أنا أنم مجد إلى مجد إلى مجد إلى مجد يا رب نريد يا رب أن نمجدك نريد يا رب أن نظهر يا رب صفاتك وحياتك يا رب فينا نريد يا رب أن نظهر حياة الله فينا نريد يا رب أن نظهرك حي فينا فكرك وكلمتك وقصدك وتعليمك يا رب ووصاياك يا رب نريد يا رب أن نظهرها يا رب فينا لهذا يا رب قدسنا يا رب قدسنا في حق قدسنا في الكلمة قدسنا فيك بدم الحمل يسوع المسيح وجعلنا يا رب في كل يوم يا رب فعلا نراجع يا رب نراجع أنفسنا يا رب نسلك بالتدقيق أمامك يا رب ونتوب يا رب عن كل خطيئة وعن كل زلة عن كل كلمة يا رب ليست في مكانه قودنا يا رب فيك يا رب وبروحك القدوس في اسمي يسوع أمين أمين أنا 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 ' أحن أح 톡 أحضار أحوال أحضار أحضار أضحي الأشخاص أحضار ثقل ثقل على الصدر ثقل يمكن هم يمكن ضيق هي فرصة الآن طالما احنا مع بعض طالما احنا بروح واحد اترجاك ابوس ايدك ابوس ايدك اذا حاسس بثقل ردد هذه الكلمات في صدرك في قلبك قل يا رب انا محتاجك في هذا الوقت ارجوك قول للرب انا محتاجك انا محتاجك رغم ضعفي رغم قلقي رغم تعبي رغم ضيقتي رغم تساؤلاتي رغم حيرتي رغم امور عديدة انا محتاجك تكون معاي باللحظات القادمة يا رب يا رب الى من اذهب كلام الحياة الابدية عندك والحياة الابدية عندك والقوة عندك والشفاء عندك والفرح عندك والسلام عندك يا رئيس السلام محتاج روحك يا رب تدخل الى اعماق قلبي ارجوك ردد هذه الكلمات انا محتاج روحك ايوا السيد ايوا روح القدس ملأني شفيني شكلني غيرني الى تلك الصورة ارجوك اطلب روح الرب في هذه اللحظات اطلبي روح الرب في هذه اللحظات احتاج روحك امتلي احتاج منك ارتوي احتاج اشوفك يا قوي احتاج اشوفك يا قوي احتاج روحك امتلي احتاج روحك امتلي احتاج منك ارتوي أحتاج شوفك يا قوي وتفرس بجمالك من أقعد يمك وانحني يركع وقل لك يا أبي همي يروح وينتهي فرحك يجي مكانك من أقعد يمك وانحني يركع وقل لك يا أبي همي يروح وينتهي فرحك يجي مكانك أحتاج روحك أمثلي أحتاج منك أرثوي أحتاج شوفك يا قوي وتفرس بجمالك أحتاج روحك أمثلي أحتاج منك أرثوي أحتاج شوفك يا قوي وتفرس بجمالك من أدخل قدسك سيدي الحضنك أروح وأرثني حزني يزول وينتهي وتمتع بأمجادك من أدخل قدسك سيدي حضنك أروح وأرثني حزني يزول وينتهي وتمتع بأمجادك أحتاج روحك أمثلي أحتاج منك أرثوي أحتاج شوفك يا قوي وتفرس بجمالك أحتاج روحك أمثلي أحتاج منك أرثوي أحتاج شوفك يا قوي وتفرس بجمالك أمين أمين حقيقة ترنيمة ممسوحة كثير يمكن فد أربع مرات أو خمس مرات بالأسبوع أسمعها وأنا رايح للشغل وبعدها الدنيا ليل وأضم صوتي مع صوت المرنم أحتاج روحك أمتلي كل يوم نحتاج أنه ربي ملانا من الروح القدس فرصة أن نكرم الرب يجمع عطيانا وتقديماتنا وعشورنا حقيقة سبوع مر بسرعة أنا مسافر بعد خمسة أيام أو ستة أيام اذكروني في صلواتكم لكن مثل ما اتفقنا أنه الكنيسة اللي الرب يسوع المسيح أسسها أبواب الجحيم لن تقوى عليها حب نكون إيد وحدة أنا رح أروح لتركيا رح نخدم مع اللاجئين السوريين والعراقيين لفترة شكرا لكل من قدم دعمه للخدمة ربي بارك الجميع وشكرا من أجل كثيرين داي صلون ويذكروني في صلواتهم أنا حقيقة بحاجة إلى كل طلبة ترفع أمام عرش النعمة من أجل الخدمة ومن أجل الروحة والرجوع أيضا الكل مرتاح عدنا بس إعلان مع أخونا بشار حابب يعلن عن المؤتمر اللي رح يكون مؤتمر الخاص بالكنيسة لهذه السنة فضل حبيب بشار مرحبا مساء الخير رح يكون عندنا مؤتمر رح يكون عندنا مؤتمر رح يكون عندنا مؤتمر مكتوب عربي وانجليزي رح يكون من يوم 21.12 الحد 24.12 المكان كلش حلو تحفة رح يكون رح يكون بايليند انطيني الصورة الوراها أقدر دور من يمي هذا المكان رح يكون المؤتمر ثلاثة أيام وليلتين هذا محتوى المكان الغرف رح تكون فوق عدنا بول عدنا مسبح آه سوري تصحيح رح يكون ثلاث ليالي وأربعة أيام المؤتمر آه ثلاث ليالي وأربعة أيام طبعا جاي بيلكم سعر خيالي ما كوهيش سعر أرخص سعر موجود بميلبورن آه 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 المكان بيه مسبح قريب على على البحر همينا بنفس الوقت وأكو ساحة ومبعدين رح أكو صورة رح تكون ملخص لكل شي موجود فهاي الوسائل الموجودة بالمكان الغرف آه مسبح غرف تسبيح وعبادة وسائل الشوي توفير خدمة طعام الطعام هو يكون جاهز من نفس المكان اللي إحنا قاعدين به وراح يكون ملعب داخلي فري انترنت هذا أهم شي انترنت مجاني آه غرفة نوم حديثة وشاطئ قريب بعد شنو عدنا هاي صور للمكان آه مثل ده تشوفون طبيعة كلش حلوة ممكن ده تشو مواضحة بس هو المكان كلش حلو آه هذا البول الموجود وعدنا تسلق للأحجام هم متناسب رح يقدروني نزلون مصعدون آه هاي الغرف عما العبادة والتسبيح آه غرف النوم آه غرف الطعام آه آه الاجتماعات النشاطات عدنا مثل آخر مرة ثعلب الطائر آه رح يكون مسبح ورح يكون قذف السهام تسلق حاط داخلي ترامبولين كرة سلة وكرة طائرة طاولة وعدنا بليارد للي يحبون البليارد انت جاي صح آه آه عدنا هنانا للتسلق همينة آه هاي للوعي بالبليارد و آه يب هاي نبذة نبذة بسيط عن المكان الطعام رح يكون الطعام ثلاث وجبات يومية وجبات صباحية مسائية خفيفة سلات فواكه مجددة يعني ريفول رجاء هي دولار ونص بقية الفوق 14 سنة رح يكون مئتين وستين ثلاث أيام ثلاث ليالي واربعة أيام يعني كلش كلش رخيص والأعمار الجوال 13 سنة مئتين وسبعة وثلاثين تقدر تقصد دفوعاتك من هسة تبدأ تدفع من هسة لحد شهر ١١ عالش قد ما تقدر تدفع عشرة ٢٢٥ ٢٥ ٢٤ ٢ أ Нيدو هسة سؤال نحن نحن السعر اللي راح تدفعو يغطي الوجبات والبقاء والنشاطات وكل شيء يعني انت كل بس أكوم ماذا تصححها بالطباعة صحيحة غلط أو بالنسبة للأصفال اللي هي سنتين خلاطين ذي إلا إحنا خذنا أفر تاني سيبقى من الحد ثلاث سنين سنين من ثلاث سنين لثلاث سنين سيبقى حوالي سبقين مئة سبقين الحد ثلاث سنين راح يكون فري يعني انت بنتك بلاش مبروك ومن ثلاث سنين لثمان سنين راح يكون مئة وستين دولار يعني ملايس نعم بل نخلق السيارات والنشاط سيارات والنشاط سيكون كل من يأخذ السيارت ويروح لهناك أو ينسق ويا ناس تانيين يوصلوا فهاي فت شي سريع اللي يريد يراجع مرة الأخ يرجع يراجع ويايا أو ويا لو أخذ غادة أو نجوة اللي يريد يأخذ استفسارات أكثر على الموضوع والدفوعات رح تكون يمن الأخت نجوة إذا حبت قصت فأشجعكم تعالوا المؤتمر اللي فات كان كلش حلو تبارك نبي وتعالوا بالمؤتمر هذا الجاي رح يكون أحلى بهوائه فأشجعك ادعو آخرين وتعال وابدأ أدفع من هسه عمال دفعي ربي باركك حقيقة مرات أفكر ناس تقول يعني بالعراق مثلا كنا يطلعون قروب للشمال شمال العراق حيث الجبال الشلالات يطلعون كعوائل يودون أولادهم ومتأكد الأطفال اللي من كانوا بهذاك الوقت وأنا واحد منهم ما أنسى من نطلع ونقضي أوقاتهم مع بعض الأهل من يأخذون أولادهم وفي ناس تحب تروح مثلا تسافر للسياحة جميل جدا لكن احنا وفرنا عليكم مبالغ وما أخذيكم على مكان سياحي رائع في استراليا في مالبون من أحلى المدن اللي بالعالم هم رح نغير جو وهم رح نستفاد روحيا المتكلم القسيس نادر نينو جاي من الأردن هو رح يكون معانا وإنسان ممسوح جدا رائع جدا والأطفال مكانات ترفيهية ونشاطات وألعاب يعني إحنا دا نعمل قصارة جهودنا حتى نقضي وقت كعائلة مع بعضنا البعض وحتى ناخذ شي جديد إلنا بنهاية عام وبداية عام وهذا من ضمن الأمور اللي أنا رح أتكلم عليها اليوم كمالكنيسة المحلية تسعة جاهدة على إيجاد برامج ونشاطات وأمور روحية حتى ما كل الأعمار تتبارك وتستفاد فكرة طبعا وأنا أقرأ كنت بسفر دانيال جاني مقطع حبيت أستوقف عنده وأقرأ مع بعضنا البعض طبعا هو هذا العنوان اللي اليوم الجيل التاء أو الملتوي من تتكرر هذه بالكتاب المقدس ما المقصود بهذا الأمر أما أنت يا دانيال فاحفظ الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد شوية كانت مبهمة بالنسبة إلي لكن في ترجمة اسمها ترجمة الكتاب الشريف وضحتها حقيقة أما أنت يا دانيال فاحفظ الكلام في السر واغلق الكتاب عفوا إلى آخر الزمن كثيرون يروحون هنا وهناك ليزيدوا معرفة طبعا بالانجليزي أيضا جاية يقول مني وغو هير ان ذير رح يروحون ويجون كثير الناس تهتم بالنبوات خصوصا بالقرن العشرين طبعا بوقتها دانيال ما فهم قالوا وأنا سمعت وما فهمت فقلت يا سيدي ما هي آخر هذه فقال اذهب يا دانيال لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية اللي داي يصير نشوف مثلا اجت حقبات زمنية كانت البشارة على أوجها انه يطلعون مرسلين ويطلعون ناس رهبان وقسوس ويطلعون راهبات يبشرون 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 بيسوع المسيح لحد ومستعدين يموتون لحد يعني آخر نفسه بعمرهم من أجل توصيل البشارة لكن من نجي بالقرن العشرين ببداياته نشوف تحولت لاتجاهات الناس صارت تبحث عن النبوات اللي بالكتاب المقدس اللي تحكي عن آخر الأيام لأن بدت تحصل أمور ده تصير التلوث الأمراف الحروب الأولاد صاروا يقومون على أهاليهم دولة على دولة ناس على ناس فالناس بلشت تلجأ لنبوات الكتاب المقدس عسى أن تحصل على جواب حقيقة لأن أنا مؤمن مرات كثيرة أرجع للكتاب المقدس لمن تحصل أي أمور حوالينا لكن أنا متأكد أنا أول إنسان يمكن نروح دكتور نفساني لو أنا بلى يسوع المسيح من القلق من الشكوك من الصدمات اللي أشوفها أنا متأكد كان يراد لي كذا جلسة كهربائية حتى أصير زين لكن مرجعيتي الكتاب المقدس لمن أرجع لكلمة الحياة الأبدية أقدر أخذ عزاء أقدر أخذ قوة أقدر أخذ رجاء يوجد نبوات أكو هكذا أمور رح تحصل إذن أخذ دعم أقدر أكمل في حياتي طيب هل إحنا بآخر الأيام؟ نعم إحنا بآخر الأيام والأدلة موجودة بالكتاب المقدس لو نجي الكتاب المقدس يعطي علامات عديدة تشير أنه إحنا نعيش الآن في وقت النهاية مثل ما تحدث عنها بسفر دانيال أرجع أقراها أما أنت يا دانيال أو خير نقرأ تحتانية أما أنت يا دانيال فاحفظ الكلام في السر واغلق الكتاب كثير ترى رح أرجع لليوم ركزوا إيايا واغلق الكتاب إلى آخر الزمن كثيرون يروحون هنا وهناك ليزيدوا معرفة شنو هي العلامات اللي تبين بالكتاب المقدس إنه إحنا بآخر الأيام أول شي اتنبأ يسوع عن الأمور البيئية اللي دا تحصل اللي تشير إلى النهاية يقول وتكون زلازة عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الأرض كرب أمم بحيرة البحر والأمواج تضج والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون لأن قوات السماوات تتزعزع شوفوا هي المواضيع هو مقطع هو مقطع مكون من آيتين ثلاث آيات لكن في تركيبها نفسية على بيئية على اجتماعية هذاك اليوم أحكي مع صديق إلي صديق منذ الطفولة في جنوب العراق فإحنا عدنا كلمة العراقيين الصبح نقول يطلع على برد الهواء يعني طالما تجاو بهارد اطلع كمل شغلك وارجع طالما الجو في برودة فكانت ساعة عشر الصبح فهو بالبصرة هو متعاجز يطلع بسبب الحر فأنا قلت له ليش ما تطلع هسا على برد الهواء خلص أشغالك قبل لا يصير الظهر قلي تليفونك وياك تلاقيه قلي افتح درجة الحرارة افتح خمسة واربعين ضد ظل قلي يا برد هو الله يخلي كده أطلع عن طبخ خاسة برا بس مستغربين ليش هالحر ساعة عشر الصبح طيب خمسة واربعين ساعة عشر الصبح ساعة ثنتين الظهر شرع يكون تكسر البيضة بالشارع تنشوي صارت طيب ليش الحرارات صارت هالشكل ليش ليش الأجواء تغيرت ليش نشوف مرات أنا كنت بعد تينيجر أشوف بالتليفزيون يطلعون بالأخبار أفريقيا والمجاعات بأفريقيا وأطفال على شكل هياك العظمية وهزة تزيد أكثر وأكثر ليش هالتضخم السكاني قبل ثلاثين سنة أو نشوف بالأفلام العربي من يطلعون الميدان وساعة الميدان وميدان التحرير كم سيارة كم سيارة بالدوار أو بالفلكة هس حالياً ما تقدر تمشي خطوتين لمن يطلعون بالأفلام تضخم صار كثير كبير كل هذه علامات تتبين العلامة الثانية أنه يصير صراع عرقي ثم قال لهم تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة يعني جنسيات مختلفة ودول مختلفة دا يصير هذا الأمر لو ما دا يصير فتحنا عيوننا على حروب أنا أذكر قبل لتصير الحرب أنا يعني كعايش بالعراق كطفل سامع بالحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى ووالدي يحكي عن الحرب العالمية الثانية وكذا صار وكذا صار حرب بعدين بلشت الحرب مع إيران دخلنا حرب خلصنا من حرب إيران دخلنا بحرب مع أمريكا ولكويت ووراها اشتعل الشرق الأوسط طبعا وناهيك عن الانفجارات اللي تحصل بدول عديدة فجأة بعدين أكو مشكلة إحنا ما منتبهي لها في آية تقول ويكون في ذلك اليوم إني أجعل أوروشاليم حجرا مشوالا ثقيلا لجميع الشعوب يبدون يكرهون إسرائيل وإحنا رضعونا بالممية بالحليب إنه هذا البلد عدو ونخاف نقول كلمة إسرائيل بالعراق نخاف ما عرف إذا مصر نفس الشي فيلم شغل صدام حسين حياة المسيح أتوقع لو سنت التسعين لو واحد وتسعين بالكريسمس ثاني يوم الطلاب بالجامعة قالوا ليش نحن دانحارب إسرائيل هي موجودة وبلدهم يعني هو فيلم بس طلعه لو يرجعوا طبعا كل التاريخ اللي قريناها عن صلاح الدين الأيوبي وعن غيره وعن غيره كله يعطونا يا مثل ما هم يريدوا سقونا السياسة اللي شوهت أمور عديدة وطبعا نشوف هسه ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أوروشاليم حجرا ثقيلا لجميع الشعوب صار كراهية صار كراهية قريت ما عرف منه دزلي قبل فترة أنت يعني أحد شيوخ الإسلام أنت كافر إذا مدحت بإسرائيل أو مدحت بعض الشعب يبدي ناس تقوم ضد ناس وعلى هذا البلد بالذات طبعا المسيحي الحقيقي ما عنده هذا الأمر لازم يكون بعدين اللي بعدها أن الكتاب المقدس يبين على الاضطهاد ضد المسيحيين وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون تعرفون من أقرى هاي الآية رأسا تجبالي كنيسة سيدة النجاة اللي صار أدنى هذه صارت طبعا بمصر تصير لحد الآن وفي سوريا وبالسودان وبسري لانكا قبل شهرين ثلاثة أيضا حصلت لكن في فرق لما أنت تجلس مع شخص هو كان في هذاك المكان كان يوجد شاب اسمه سهم وكانت والدته معه لا سهم ورحنا عندهم أنا وغادا وحكت أن الأم قالت من دخلوا عليهم وطبعا طلع أذن على المنبر وبلشوا يرمون فيهم قالت أنا حضانة ابني ابنها عشرينات كان عشرينات كان حضانة ابنها ابنها نرمى بالطلقات بالرصاص قالت وبلش قالت فأنا سويت نفسي ميتة وأنا حضن ابني هو بلش يبرد بلش يبرد يبرد عرفت النمات بس ما قدر أتنفس ما قدر أفتح فمي ما قدر حتى أبكي عليه فبقت حضنته لحد ما يعني كنا نفكر أنا وغادا يعني هو كان يعني هذه الأم شقد يرادلها الشفاء وشقد يرادلها نعمة من الرب حتى تسأل وهي مكملة لحد الآن نشكر رب من أجلها يعني هي وأخته لكن الوالد بعد أسبوع مات بحادث فيوجد ناس تحس أنه لمن تقتلك كمسيحي حقيقي تسوي خدمة لله وبكل فرح ينحرون الرقبة هذه علامات هذه علامات يا جماعة طيب إحنا هسا قاعدين هنا ماذا قدمنا للرب أنا محكي على اللي فات بس ماذا مستعد أن أقدم للرب طالما هي آخر الأيام غير أشوف اللي حدي وين رايح مثل ما قبل شوية تحكي أخويا قحطان أنه مجرد أن تحكي بالعمل أو بأي مكان رأسا تطرد أو يسكتك أو أنا ما أسمح أنا مرات مجرد أتحارش بالشغل مثلا نحكي عن أمر معين أقول يا لأنني يعني ها شون كان الأسبوع فأفتح الموضوع أقول يعني كان رائع جدا الأحد قضيناه بالكنيسة لأن أنا قسيس ما الكنيسة أوكي أوكي أنا لا مهمة بذلك يعني رأسا أنه سد الموضوع ها يعني بس بس بعد ما قلت قس بعد ما قلت الرب يسوع المسيح يحبك ومات من أشك بس بس ما هي خلص أنا لا مهمة سد الموضوع لا تسترسل أفوا بعدين يورينا الكتاب المقدس أنا ما منزلها كآية يخبرنا الكتاب لا وليس هذه أنه آخر شي يحصل أمر بين المؤمنين منو يعرفه بآخر الأيام تفتر المحبة بعدك وأمر أخطر لا يأتي إن لم يأتي الارتداد تبدي ناس بعد البارحة قاعدين دا نحكي على بعض الكنائس الغربية بعض دا تحصل مصايب بالخدام بالخدام في الخفاء هذا كله علامات ارتداد لا يخد عنكم أحد على طريقه ما على طريقة ما لأنه لا يأتي إلا لم يأتي الارتداد أولا ليس هذا فقط يوجد موقع يمكن أخ إدوارد أو مونير حكوا لي علي أنه بشاينة مسيحي شنو اسم المهم موقع معين مملوء أمور روحية كتابية الله القدير لكن بس تبدي تدخل أكثر بالعمق فلسفات غريبة تبعدك كل البعد عن الكتاب المقدس تبعدك كل البعد عن الكتاب المقدس وهسا ينزلون على الفيسبوك تعاليم الله ينجينا الله ينجينا الله ينجينا آخر شي تصريح من التصريحات وصلني البارح أن الله هي قوة داخلية تعطي من شخص ذو منصب كبير مسيحي تنطي قوة حتى تستطيع أن تعيش الحياة بهذه القوة هو ليس حقيقة شخص مسؤول ديني لا أريد أن نسمي حتى لا نطعن ببقية الطوال يوجد أمر غريب سيزداد أيضا بآخر الأيام لا مكتوب الأمر الآخر هو أن السفر سيزداد والتجوال سيزداد شوف نرجع للآية نفسها أما أنت يا دانيال فاحفظ الكلام في السر واغلق الكتاب إلى الآخر إلى آخر الزمن كثيرون يروحون هنا وهناك ليزيدوا معرفة طبعا دانيال من سافر بذاك الوقت من نرجع حسب الكتب التاريخية كان يقلك الطريق اللي يقطع ومهما كان طويل بحدود عشرين إلى خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة حسب الإحصان وحسب العربة وحسب المكان اللي هو رح عليه هذا أسرع شيء لكن بعد فترة شوية شوية بدت تطور وسائل النقل وصارت وصارت الأمور بشكل أحسن بعدين بسنة 1917 كتب أحد الكتاب أنه بلشت تصير المركبات البخارية والسيارات وأصبح من السهل أن نقطع مثلا أربعين أو ثلاثين كيلو متر في الساعة وهذا كان عمل إنجازي عظيم وبلشت الخيالات بالمستقبل وأهل الفضاء يمكن عندهم فتشاشة يدوس زر يطلع الشخص الآخر بالمكان المقابل وكتب أحد الكتاب وكان جريء جدا عام 1917 رحلة اسمها حول العالم في ثمانين يوم وصارت فيلم أميركي نال نجاح وكثير استهزئ وقالوا هذا يعني يمكن بعد فت 200-300 سنة يمكن يحصل هذا الأمر بمنطاد يطلع ويفتر حول العالم في ثمانين يوم لكن هذا كله صار خلال آخر ستين أو سبعين سنة أقدر أفتر حول العالم في طيارة نفاثة بعشرين ساعة فقط حاليا يوجد سيارات سرعتها 600 كيلومتر بالساعة شوف المعرفة ازدادت والسفر ازداد ورح نبدي نبحث شوية شوية وكلما المعرفة تزداد الخطر يزداد بلش الإنسان يريد أن يصبح كالله شوفوا بالبداية وقت بابل قالوا نعمل برج ونصعد له بعدين هس قبل كم سنة يعني شنو نعمل نعمل استنساخ بلش يريدون يستنسخون بلش يدخلون في جنس الطفل أنا أريد أنا أريد أنا أريد أنا أريد أنا أريد أنا أريد معكرونة بالبشامل أنا أريد باللحمة المفرومة بالضبط صار يعني كل شي يدخل الإنسان ويحب أن يغير يحب تشم ريحة للعلماء والفلاسفة تشم ريحة التحدي الله شم ريحة أنت عندك هكذا أنا ممكن أقدم الأحسن منك المعرفة رح تزداد طبعا وهذا نشوف مرات كثير علماء يعني يوصلون أفكار الحادية نحن صرنا حقيقة أنت شنو جاي رايح لي وراء كتاب عمر الفين سنة أو ثلاثة سنة أو ستة لاف سنة تعال شوف العلم ووصل مرة قاعدت مع أحد الأشخاص الملحدين حخي كمان أنتم عقلكم هل هل كبرو ليش حبيبي عقل نحكي لي أبو عقل الكبير قلي الإنسان حبيبي أصله قرد هاي هسه قبل ثلاثة أربع سنين ببيت أبو شامل الإنسان أصله قرد واتطور الإنسان شوية شوية تقول له حلو حلو إذن إحنا أصلنا قرد قال صح تقول له طيب واتطورنا وصرنا إنسان قال صح تقول له سؤال يا عالم يا مفكر بقية القرودة ليش ما تطوروا طيب ما عندك جواب أنا كإنسان ليش ما تطورت ليش وقفت عند الإنسان خلاص التطور والنمو وقف طيب أنا أصلي قرد صرت إنسان وبعدين طيب أوكي هذولا خطيئة ليش ما شملتهم والمكرمة المكافأة القرودة البقية شمعنا بقى قرودة غير الموضوع بشكل طفولي كثيرون يروحون هنا وهناك وليزيد معرفة طبعا أما أنت يا دانيال فاحفظ الكلام في السر واغلق الكتاب إلى آخر الزمن كثيرون يروحون هنا وهناك ليزيدوا معرفة طيب مرات أسأل نفسي شنو هو السبب ليش تتوقعون كثيرون يروحون هنا وهناك ليش مرات إحنا منحب نستقرب مكان واحد ما عندي انتماء للوطن ما عندي انتماء للوطن بس شنو السبب في ناس ما تقدر تستقرب مدينة وحدة من مدينة لمدينة في ناس ما تقدر تستقرب كنيسة وحدة من كنيسة الكنيسة وفي ناس ما تقدر تستقر على أصدقاء من صديق الصديق في ناس ما تقدر تستقرب بلد من بلد البلد وتشوفون حاليا اللي نسمع خصوصا إحنا كعرب جايين إلى يعني بلد غربي من نتصل بأقاربنا وأصدقائنا فلان سافر ده نسمع باللي سافرون أكثر من اللي ماتوا تروب هذولا وصلوا فلان بلد تروب هذا صار بفلان مكان توزعوا كثير ناس لسافر أنا مدى أحكي على ناس طالب الأمان بشكل عام السفر ما هي أسبابه تتوقعون الحاول أن يبحثون عن أمر يبسطهم بالمصري وليس بالعراقي يعني فرحهم بعد ليزيدوا معرفة نحن بالدول العربية يبعثون مثلا ناس تاخذ زمالات دراسية حتى يزدادوا معرفة لأرضاء الجسد هو ما مقتنع باللي هو بي طيب لو نذكر بالسبعينات طلعت أفلام عربي كثيرين شباب يسافرون ليش فلوس فلوس ولا ليش الشاينيز جايين على استراليا يبحثون عن الرب يسوع بيزنز جايين على البيزنز مع العلم الشاينيز بلدهم يوجد فدنهض انفجار روحي جايين يبحثون عن المادة مو بس الشاينيز كثيرين ناس كثير جنسيات الذات من تدخل الذات أنا بعد ما أحب الاستقرار من تدخل الخطيئة ما أحب أقعد بمكان واحد ما أحب خلص بلشت أنا أريد أرضي نفسي لا 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 أنا ما أعجبني هاي المدينة اليوم الصبح معه في البارحة كندا نحكي وحدة مرة كبيرة وزوجها صار جلطة ونشل مع غادة بالشغل جابته شالته جابته على مالبون بحثا عن عمل بمستوى أرقى وجهت اشتغلت مع غادة هسا رح يتفعلها أكثر بكوينزلند فراح تشيله وتودي هو بالويلدشير على كوينزلند حتى تشتغل أبراتب أنت مرا وياكي رجل مشلول طيب خبزنا كفافرة يعني إحنا مثلا شنو أريد أو في اللون طمع 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 أو فراغ أو خطيئة تعرفون آية قالها قاين إنك قد طرتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائه وهارب في الأرض اللي دائما ما متعود يستقرب مكان يصير عنده قلق ويظل يفكر وأرق ما مرتاح لأن هو داي ظل يتنقل والمصيبة داي دمر أولاده خصوصا بالكنائس تعرفون مرات كثيرة نجيب الأطفال ونصلي عليهم لا 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 أنا أجاني شغل ب بريزبين سوري تجيني جريس يا بابا صديقاتي اللي صار لي خمس ست سنين رأسا تبلشين مدرسة وتبدين صديقات طيب يا بابا والكنيسة كنيسة نلقق كنيسة بعد كيلومتر كيلومترين عن البيت ونروح أقلعهم أخذهم بغير مدينة بعد فترة أقلعهم أخذهم على غير كنيسة أقلعهم أخذهم على غير منطقة شي صير يطلع الشاب يعاني من فراغ يعاني من وحدة ويعلم أولاده نفس الطريقة كل واحد يصير بمكان ليش إحنا يستغربون مرات كثيرة من أقلهم مثلا إحنا عايشين مع بعض أوه ابنك 23 سنة عايشوا إياكم هو كم هو هو كم أنت هو كم مو إحنا هو الطبيعي الأولاد يعيشون ويأهاليهم لحد الزواج إلا إذا كان عندهم فد أمر معين بعيد بغير دي كدراسة جامعة بغير مدينة هذا كبحثا آخر لهذا السبب نشوف كثير شباب يعانون من أمراض نفسية لأن أنا منطيتهم مجال يكبرون بمكان واحد أخذهم من كنيسة الكنيسة ومن مدرسة المدرسة ومن مدينة المدينة ما صار يوجد جذور ما صار يوجد جذور فصار وما عندهم أساسات رخوين لهذا السبب نشوف كثير ناس طبعا يوجد فد شي معرف إذا ملاحظين أو ملاحظين التينيجرز أنا اللي شايفوا بالعراق بشوشين دائما هنا أنا من أروح على جريس يعني أريد أتفع إلى خمس دولارات بس يبتسم كلهم طالعين هالشكل وانتحارات طيب ليش؟ نقول لي الأهل ما قلهم دور طالما ممربي الولد على الرب يسوع المسيح كل شيء أتوقع ممربي على كنيسة محلية يا جماعة تذكرون لما نكرس طفل للرب ماذا نقول؟ بعد ما أخذ العهود من الأب والأم أندار عليكم هل تعاهدون أن تكونون مسيحيين حقيقيين أمام هذا الطفل؟ أنتوا تقولون نعم طيب ما أنتوا ضمن هذا العهد عاهدتوا أن نكون عائلة وحدة والأب والأم عاهدوا أن يكونون ضمن هذا المكان المحلي ليش أنا أطفر دائما من مكان المكان تائها هاربا يعني وين؟ راح نروح بفلان مكان بفلان مدينة بفلان أكو تحديات يوجد تحديات بهاي المدينة وبهاي المدينة وبهاي الكنيسة وبهاي الكنيسة وبكل مكان يوجد تحديات بس المفروض نكون دائماً روح عائلة عندنا مهاربين من مكان إلى مكان قايين دمر عائلته لمن طلعوا النقل طبعاً وبسبب الخطيئة هو هرب يقول ذهب إلى أرض نود نود يعني أرض التيهان أرض التيهان تاه وتياه أولاده وهس الناس نشوف كثير ما يعرفون شي يريدون يقول ولكن أعلم هذا إنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين قلوا لي وحدة ما موجودة حالياً في مجتمعات اللي حوالينا قلوا لي بلكت حتى أروح أعيش وياهم أزمنة صعبة الناس محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين طبعاً على فكرة أكوف موقف مثلاً أنا جاي لهاي الكنيسة هذا الأخ ما سلم علي اليوم أو هاي الأخت حكت وياي كلمة ما عجبتني اليوم أرجع أتناقش ويا زوجتي أولادي خلاص إحنا من الأسبوع جاي نروح غير كنيسة طيب أنت إذا هالشكل رخو إذا زوجتك ما طبخت لك طبخت غير وتروح على غير زوجة ثاني يوم إذا أولادك سبوك ضربوك أهانوك خلاص أروح أدور لي غير أولاد هذول أولادي لازم يجي وقته نصافة ونصالح تعال يا أخ فلان ليش ما سلمت علي هل أكوب قلبك شي تجاهي لا يا حبيبي راسي كان يوجعني وما خدلي ثلاث حبايات والحبايا مدوختني ومدى أقدر أسوق ما شفتك زين خلاص يا أخد فلان أنت ليش حكيتي هالكلمة لأني ما أحبك يا غسان بصراحة ما أحبك أوكي ربي باركك أجي وأتبارك ثاني أسبوع شلي علاقة اللي حبني حبني ولما يحبني لا يحبني بس حاطين أمور مرات تمنع البركة علينا وعلى أولادنا وعلى أولادنا تخيل مثلا تخيل بنت واحدة من بنات منال آمال عفوا و واحد من أولاد شمس بعد عشرين سنة هم كبرانين سوا يكونون يرهمون بنفس الجامعة ومن يعرفون على أصدقائهم إحنا بكنيسة واحدة من عشرين سنة يمكن هذا اللي إذا أحكي رح تقولولي شبه مستحيل ليش لأن حاطين بانا التنقل حاطين بانا بيهم الأيام لازم نترك هذا المكان نروع غير مكان ولو أنا ما نفكر بي حاليا بس ليش ما أفكر أنه أولادي أزرع ما بمكان خلص خلص مرأ ارتقيت تعرفون بقلس بلوس أنجلوس كبير بالعمر قال لي أنا عايشة بلوس أنجلوس قال لي تربيت بعائلة تتعقدت جدي كان ياخذنا وكل بلد يعني كل بلد نقعد به سنة أو سنتين لهذا السبب عندي 12 أخ ما شايفهم من أربعين سنة هو عجوز كبير بالأمر قال ما عندي أصدقاء ما عندي أصدقاء وينت وكيف رح تواصل الصديق هو دائما نلتقي معاه أقعد معاه يعني تعودت أنه كل سنة أعمل صداقات جديدة وتروح لهذا السبب بقيت وحدي وبالها العلاقات وبالها وجه على الراس قالوا بيوم من الأيام الرب كلمني بأمر أنت تبقى بلوس أنجلوس وتموت بلوس أنجلوس ما تغادر لأن رح أباركك بهذا المكان قالت سويت تحدي وأخوتي حصلوا لي عقود عمل رائعة أبدا أنا أخذت وعد من الرب أخذت عهد مع الرب أنه لازم أبقى بهذا المكان قالوا تخدمني بهذا المكان أنا زرعتك هنا ورح تخدمني هنا بقى بلوس أنجلوس قالوا مريت بضيقات مادية ومريت بأزمات عاطفية وماتوا أقاربي وخسرت أمور كثيرة لكن بنفس الوقت في ناس كانت تجي دائما للرب يسوع المسيح أنا خدمت بكنيسة صينية وخدمت بكنيسة هندية وخدمت بكنيسة أميركية ولازال خدمتي مستمرة ورب مباركني وحاليا من الكنائس الضخمة جدا في لوس أنجلوس كنيستو فقط الرب زرعه بمكان وخلص قرر أنه ما يغير إجت مغريات حتى يغير لكن قرر أنه ما يغير لو نذكر وعد الرب لنتجاه كل أمر يجعلنا ننقلع من مكان ونروح على غير مكان أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم المشكلة اللي صايرة في هذا الوقت أنه أصبحنا بلا أهداف أعظم التساؤلات الفلسفية من أنا لماذا أنا هنا أين ذهب مرة من المرأة كان عندنا شاب بالكنيسة وهذا الشاب يتخبط من مكان إلى مكان ومو مكانات ككنيسة يعني بأمور حتى بقراءته للكتاب المقدس هي غير منتظمة بأمانة سنة 2004 جلست سألتها لثلاث أسئلة من أنا لماذا أنا هنا وإن أنا ذهب قل لي تعرف كأنك إحنا أنا بالمصر يقولون ضربتني ألم قال لي ضربتني راجدي لأن أنا عايش بالهدف حالياً هو خادم معروف جداً للرب أنت بهذه الكنيسة ليش أنت فيما على فكرة سبب فتح الكنيسة وقررت أن أوقف خدمة السفر هو هذا السؤال واحد من هالأسئلة السؤال اللي من قبل أخت قلت لي ليش الرب جابك مالبون حتى ترجع تركيا ما تكتب تركيا ما كان طلعت لك فيزا لا أنا لاجئ وأروح أشعر باللاجئين وأحاول قدر مستطاع ليش الرب جابك يا أخي مالبون تلها بس في مالبون يوجد كناس كثيرة ليش الرب جابك ما لك علاقة بالكنيسة ليش الرب جابك مالبون أريدك تسأل نفسك تسألين نفسك هذا السؤال ليش الرب جابني مالبون ليش الرب جابني باللايف سنتر حتى أسمع قحطان أو بشار يرنم لوقس غسان يمكن الوعظة مالت جيدة بس فلان إذا يعظ مجيدة لكن فلان الفلان إذا وعظ إيه نجي ليش هو كباب وتكة وسكالوب هي كلمة الرب تتنزل من السماء مقادة بالروح القدس على الشخص اللي يعتلي منبره بس أنا ليش جاي لهذا المكان بس مستمع في ويانا مستمعين من مناطق عديدة بالعالم لكن إحنا هنانا حتى نكون عائلة وحدة حتى نمسك إيد بعضنا لبعض قررنا نكون عائلة أنا ما مقرر بيوم من الأيام أجد عائلة غير زوجتي وأولادي أنا ما مقرر بيوم من الأيام أجد عائلة غير العائلة اللي يسوع زرعني فيها من في وسطنا يؤمن أن الله جابه إلى هذا المكان؟ ستة من أصل أربعين نشكر رب مرة من المرات جلس طلع خادم وهذه مكتوبة بإحدى الكتب عام 1920 مية وعشرينات شي بالعشرينات فطلع خادم عنده وعظة بعد كم ساعة بالمنطقة الفلانية عربت الحصان واقفة برا طلع ويا السايق قال له بسرعة بسرعة هذا السايق طاع 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 الحصان والحصان يركض الخادم قال له أنت تعرفين إحنا رايحين؟ قال له لا بس أنت قتلي بسرعة وأنا بسرعة كثير أشخاص حوالينا هكذا ركض 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 وين رايح؟ جلس أحد الشباب ويا رجل عجوز قال له يا أبني شا تريد تعمل؟ قال له أريد أشتغل وحصل على راتب جيد قال له بعد الراتب الجيد أزوج وبعد الزواج لازم يكون عندنا سيارة وبعد السيارة حبيبي يعني إذا صار عندنا الطفل وشغلي زين وشغلها زين نحاول نشتري بيت وتصغير هالشكل وبعد هذا يا حبيبي قال له رح نكبر ورح نوفي البيت وبعد هذا يا نور عيني قال له رح نكبر بالأمور ويمكن نسافر ويمكن لا قال له بعد هذا يا حبيبي إذا تموت وين رح تروح؟ صفن الشاب قال له أنت كل شي عندك توقعات له الشغلة الوحيدة اللي ما رديت علي بيها اللي أنت ما مخطط لها بعد موتك لو أنت ما خذ فالترياق يضمن لك أنه ما راح تموت لا طبعاً صدقوني إحنا هكذا مثل السايقة العربة نسوق وما نعرف إحنا وين رايحين مرة واحد بجيش من الجيوش قبل سنين قال إحنا نحارب ولا نعرف ماذا نحارب لكن متمسكين بما نحن نحارب العراقيين طلعوا للكويت رحنا للكويت رجعوا من الكويت انسحبنا من الكويت حاربوا إيران حربنا إيران بس تجيب كلهم عندهم أهداف بهذه الحرب طالعين لا مجبورين 80% من الجيش مجبورين لكن أنا لما ما كن مجبور بحياتي مع المسيح كجندي في الميدان طالع مثل ما بالجيش ما ريد نعكس السياسة على الدين ما ريد نعكس السياسة على الدين أنا جاي كنيسة لا يخابرني أحد الخدام ليش ما جيت للكنيسة لا أنا خذت عهد من أشهر استحيل أخابر إنسان تعالي الكنيسة لأن حقيقة الأديان الأخرى نجحوا أكثر من عندنا بيننا وبين المعبد البوذي بيننا وبين المعبد البوذي بين بيتنا وبين المعبد البوذي يمكن 200 متر أو 500 متر أقل من 500 متر ما نقدر نمشي ما نقدر نمشي يوم الأربعاء من ازدحام السيارات ويوجد ناس متطوعين مطر لابسين بلاستيك واقفين بس ينظمون السير وأنا أبوس الأيادي حتى نقم استحيل إذا ما الرب يسوع يقول لك تعالي الكنيسة لا تنتظر قسر الثاني خابر أنا أخابر أسأل عليك أخابر أصلي معاك أخابر أبوس لك إيدك إذا أنت تعبان أو مجروح أخابر على عيني وعلى رأسي بس يا فلان تعالي الكنيسة لا ممكن أسألك ليش ما جاي يمكن أنت مجروح مني يمكن مجروح من أحد الأخوات ممكن لكن أخابر أتمنى أن تجون كنيسة ليش لعد ليش شيو يخد جواب ما يخابرون المسلمين تعالوا للجامع ليش الكنائس الكاثوليك ما يخابرون تعال أبونا خابرنا اليوم لازم نروح ليش لا حبيبي ما خابر أنا ما أرخص يسوع أنا ما أرخص يسوع هو قال فرحت بالقائلين إلي إلى بيت الرب نذهب فتريد تفرحه أينغطوا أينفراش ما تريد تفرحه منك إله أنا جاي أنا خدام السيدي وإلكم أقول كلمة الرب أنفرح ناخذ شركة مع بعضنا البعض اللي عنده ضروف صعبة نصليله تعرفون أنا أختلف ويد المقطع اللي كاتبي على ديزني لاند أول ما تدخل كاتبين أسعد مكان في الأرض أول ما تدخل ديزني لاند في لوس أنجلوس في كاليفورنيا أسعد مكان في الأرض أنا أقول أسعد مكان على الأرض كنيستنا كنيستنا المحلية لأن هذه عائلتي هذولا إحنا نشوفهم أكثر ما نشوف عائلتنا وعشيرتنا في ناس تسافر حتى تشوف أبوها وأمها لكن تشوفنا يومي كل أسبوع أخوي أخوي وأختي يبعدون عن بيتي ربع ساعة بس أنتوا صرتوا أخوي وأختي هما بالشهر مرة أشوفهم أو مرات بالأشهر لكن إحنا أسبوعيا نلتقي هذا أسعد مكان على الأرض وتعرفون منه سبب جمعتنا؟ يسوع يسوع إذن ما هي هذه العلاقة؟ يعني إحنا هنانا على الأرض وإحنا بالسنة رح نكون مع بعض أرجوك أريد نسك بقلوبنا بكلمة صلى اليوم نعرف أنه نهاية العالم قربت نعرف أنه هالأمور كلها اللي دا تصير حوالينا تخبر بمجيء الرب لكن أريدك اللي اللي حقيقة قلوا يا رب أريد أكون إنسان مستقر ليستاءه كقايين بسبب الخطيئة ما أريد الطمع اللي هو يحركني ولا أريد الذات اللي تحركني أريد الروح القدس هو اللي حركني يا رب أنا أشكرك من أجل كنيسة اللي زرعتني فيها أنا أشكرك من أجل كل أخو أخذ في هذا المكان أنا أصلي أن تبارك يا رب أنت الخدام تبارك الناس تعطينا أن نعيش بقية أيامنا منتظرين شخصك باسم يسوع آمين خلونا نقف من أجل الشركة قال الرب يسوع المسيح قد سلمتكم ما تسلمت في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبز وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المبذول لأجلكم اصنعوا هذا لذكري كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد دقيقة نفحص نفوسنا أمام عرش النعمة وانتوب عن الأمور التي أحزنت الرب يا رب نباركك نعظمك يا سيد لأن يا رب كلمتك هي روح وحياة يا رب اجعلنا عاملين فيها يا رب ليس سامعين لاشين نفوسنا سبب وجودنا هنا هو أنت يا رب الموجود في الوسط ردد يمينك على كل رأس منحني أمامك وجعل يا رب أن تكون هذه المائدة سبب بركة لحياة كثيرين يا رب كمل معنا إلى النهاية لأنه لا نعرف متى نترك العالم بإسم المسيح نصلي ولك كل الحمد آمين يا سيدي أشكرك يا رب أعظم اسمك يا رب ورد ثانية يا رب نجي نقف قدامك يا رب نقول لك نحبك يا سيد إن أنت دائما أمين في وعودك يا رب وإحنا مش أمينين معك ساعدنا أن نكون يا رب زي ما تحب أنت يا سيد ساعدنا وقوينا يا رب لأنك أنت إله عظيم محبتك عظيمة التي قدمتها على الصليب من أجلنا يا رب خلينا نكون يا رب واضحين أمامك يا رب خلي يكون قلبنا معاك يا سيد نشكرك يا رب أحمي عوائلنا يا رب أحمي كنيستنا يا رب أحمي راعينا باسمنا رب يسوى المسيح نشكرك يا رب لعظم اسمك يا أمين أحميكم يا أمين جل أحميكم يا رب اشتركوا في القناة 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 شكرا